اتفضل حضرتك بقى ممكن تعرفني بنفسك عشان نشوف حضرتك مسافر ليه؟ انا الاستاذ خير قبل ما تقول حاجة انا عايز اقولكو اخوانا حاجة سر يعني لازم اقولكو انتو الاتنين عشان ماينفعش خرب يعليك اه طب مين انا هيبص على العصفورة لا لا ماهولس انا مش هقول لي مين دلوقتي طيب بص على العصفورة هناك ايه؟ انت بتبص عليها هو انا عصفورة؟ ما انا معرفش التوقع بعدها واحد يبص واحد يبص لك لا احنا اتنين بص على? بصوا على العصفورة. انتو الاتنين معاكو العصفورة عايز اقولكم ان واحد فهم فيه بس اللي هيسافر. يبقى انا هو انا لا انا انت ايه انت يا استاذ انت انت الاستاذ انا هيسافي يا استاذ بعد اذنك ما تقوللهش يا استاذ بقوله حضرتك انا مهم جدا انا يتقللي يا استاذ ما تقليش حضرتك طب ايه يعمى انا ممكن يتقللي ابيع هذا لا 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 vemدي بتاعتك انت انت حرف يا لك الاستاذة دي بتاعتنا طب بعد يزنك ممكن تقول لنا بالضبط يعني حضرتك عايز تسافر ليه عشان افهم مين فيكن اللي هيسافر كل واحد هيقول لي بقى فيكنتو اللي اتنين هيسافر ليه عشان انا اللي هكرر مين اللي هيسافر طيب ياه اظن سمعتوني طيب هقولها تاني بصوت عالي ما انا سمعتوني اذا سمعتوني بجد طب سمع واحد بس اللي هيسافر والتاني هيوع مين اللي هيكرر انا ليه انت انت الاستاذ اللي هيكرر ما تقولوش يا استاذ بقولك ما حدش يقولي يا استاذ لغير انا ماشي ماشي ياللي مش استاذ ايوة كده ايه ياللي مش استاذ بص على العصفور اتفضل قولي بص حضرتك انا الاستاذ خالد برنس التاريخ مدرس تاريخ قد الدنيا لأ ثانية واحدة يعني ايه برنس التاريخ هم كده يعني هو ببقى انا عرف برنس بتاع الكوشري لا لا دي القام يا القام حضرتك يعني زي وحش الكيميا ايوة ناس دي بقى عارف انت برنس التاريخ وحش الكيميا اه مالك الجغرافيا برؤى الدكرور كده يعني اه ديناصور الجغرافيا ايوة الحاجات دي اه يعني هو قالت اخلاحها وانت رح تدرس له على الكلام فا اه ما انا معرفش ان هو نفس الخيال اه 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 تحل yogh اه 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 نتجمّل الكلام وانت عارف ان الخيال والد اه لا ده موضوع تاني تفضل 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 ده متفق عليه في الكلام ده في البيتنامات دا ايوة خيال الكولسترول انا تعبت من الدروس اللي بديها هنا ما بتجيبش همه فانا جالي عقدة عامل في السعودية ايوه وانت عارف الريال بقى بكام اه تمام اه فانا محتاج اطلع قدرس برا لان العال هنا وارا بديهم الحصة نص الحصة بيقعدوا واتحقوا عليها وانا مش عارف ليه انت بتضحك ولا ده ايه دي معزم عدية ولا لا لا ده انا قلت بشوف حاجة بس يا استاذ بقى ما توقع ما تقول له يا بدأتا ايوه اتفضل اتفضل اتو اعزيتك بولي الضغط لا اه مطلعش عامل عقد العمل ايدي انت ما عندكش ضغط لا ما عنديش ضغط ليه الحمد لله نجيبه له ما ممكن نجيب بقى لما يسافر معاكو فك اتجيبه عشان بعدين معلش انا اسف ايه اهمية الموضوع يقول لك انا تعبت هنا وانا بدي دروس ليه بتديهم دروس وانت بتجري حضرتك ايه اه لا اهو بس اهو برضو ده سؤال منطقي ده منطقي اه طبعا ايه ايه هميتك يعني بتتعب ايه بتتعب حضرتك انا مسافر عشان اكون نفسي انا مسافر اكون نفسي يعني ايه كون نفسك تطول نفسك يعني هناك تروح قصير تجري ترجع تطولي لا 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 بعد ازنك بعد ازنك بعد ازنك يا استاذ ما تقطعوهوش ده دي حك انا مش فهمك حضرتك انا متجوزش حد دلوقتي ده مشكلتك وانا جاي لخطبة لا حضرتك بانا همسافر اكون نفسي اعمل قرشين اجا اتجوز بقى اه ده هدف برضو اه كريم لا نبيل لا انا بتكلم على كريم ابني انت مالك انت ده موضوع عائلي يعني طب تدخل ليه في حياة بيتك اه انا بتدخل بس يعني اقولتك بنتعارفه يعني انت ناس ايه اه طبعا ده سيدة الزغاية المهم بس طيب احنا بص بعد ازنك لان انا برضو كان لازم اسمعوه وبردو هسمعك خلاص يا استاذ ماشي بيابددتك انتو ليه كده خلاص خلاص يا عماني انا مش هقولك ان هو عايز يسافر عشان يكون مستقبله وتاعب من هنا عشان العيال اساسا بتضحك عليه ويجي هنا عشان يكون قرشين ويتجوز ويبني مستقبله ايه ده يا عب ما تفكروا ان انا عندي فوبيا من الحاجات العالية برضو لا ما انا مش هقوله طبعا دي اسرار صح صح يعني اقولك فوبيا وابنخالوا واع من عالكورسي كيف اقضي الزكيرة يعني برضو قص انت عندك حواديد كلها افهات دي انا روح البيت انا اضحك عليه انا لا ده بل انا ممكن نضحك دلوقتي بجد؟ اه طبعا انا ببتحكش المهمة هكمل حضرتك هتقدر تقولي طب انت عندك فوبي من الاماكن العالية هتركب طيارة ازاي انا مالي انا مش هسألك كده لا انا اللي كنت هسألك فعلا لا هو اللي هسأل وين اللي انت هتسأل انا كنت هسألك فعلا طب انت تسألوا ليه هو انت اللي هتكرر مين اللي هيسافر ما تحترم نفسك يا استاذ ما تقولوش يا استاذ انا بقول لحضرتك ايوة كده ايوة كده طب خلق ما تسيبوا بقى يا استاذ لحد ما يخلص ما يا استاذ انا ماليش دعوه يا جدعان ايك الميت الاسادزة اللي طلعت وحنا عادين دي اكمل اتفضل كم حضرتك انا هجيب كوبية عصير ايوة وحطوا فيهم نوم تمام اطلع انام طب ما هممكن العصير ينام قبليك ما يعملش المفعول تجي تشربه يكون هو نايم على فكرة لاني ده بردو لان انت لما هتحط المنوم في العصير حيدوب في العصير صح او انا جاي مكتب صحة لا مش مكتب صحة ده حاجة ده علم ده انا انا والعصير بتاعنا ده علم بس ثانية واحد هو انت لو حطيت المنوم في العصير مش المنوم ده هيدوب في العصير اه ولما هتيجي تشربه هيبقى العصير نام قبليك صح بس انام احنا الاتنين ينفع نايم يشرب حاجة نايمة لا طب يعني احطولهم صح صح لا قبل ما تحط المنوم في العصير تستأذن العصير صح اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة